اهلا بحضراتكم من جديد في الفقرة الحوارية الثانية من برنامج الاهل الليلة واللي بيشرفنا وبينورنا فيها الكابتن احمد بلال او احمد جوال الشهير باحمد بلال كابتن بلال ازايك وحيشنا ازاك محمد بلع بلال واخدك من انا شوية اه شوية احنا اجازة اولي من دول كده ان شاء الله نبقى متواجدين مع بعض الفترة اللي جاية كده بشكل كويس اه ويرب ان شاء الله ربنا يعافينا ويعافي مصر كده ويعافي الامة العربية كلها والاسلامية اه من موضوع الكورونا الموضوع صعب طبعا اه لازم احنا نلتزم بالمحاذير البلد قالت عليها اه وانا الحقيقة يمكن عايز اوجه رسالة من هنا الناس اللي بتستخف بالموضوع تمام في اتفاقل زي ما انت عايز بالعكس نبس وصلنا لك يتفاقلوا بالخير التجزون فاحنا متفاقلين ان شاء الله قريبا يعني عاجلا غير عاجل ان الامر هيزاح تماما من مصر بإذن الله تعالى ولكن الاستخفاف بالامر وخاصة من الناس المشهورة يعني ده امر يعني غير متاح ومرفوض على الاطلاق يعني انا تسمع تلاقي ممثلة ولا واحد ممثل يطلع يقول لك الكورو ما عافش ايه بس ربنا مش كلام معرف ما يصحش يعني في مصر ولا يليق في هذا التوقيت يعني بدل ما تعمل توعية بالزبط يعني بدل ما تعمل توعية بتهزر يعني الموضوع لا يحتمل الهزارة على الفكرة اللي دي حقا اروح ناس يعني شوفوا النهاردة في الدورات الاوروبية كلها وقفت النشاط النهاردة في مصر بنقف النشاط الناس بتعلق التيران مفيش تيران مفيش سياحة فبالتالي الموضوع الامر جده خطير يعني الامر مش بسيط فنتمنى ان شاء الله من الناس يعني نية تاخد بالها وتركز يعني طيب واحنا نتكلم على التأجيلات والبطولات اللي بتتأجل كمان يعني عايز اقول لكم امكن خبر في هذه اللحظات الاتحاد الافريقي كمان بيأجل اجتماع المكتب التنفيذي والجمع العام الكونجرس خلال الفترة اللي جاية لان هيبقى من الصعوبة اي تجمعات في الفترة الجاية او اجتماعات للاتحاد الافريقي فالقصة مش قصة بطولات فقط لا كمان الاتحاد الافريقي بيأجل اجتماعات المكتب التنفيذي منذ لحظات هذا القرار تم اعلانه من قبل الكاف لكل وسائل الاعلام يعني يا كابتن بلال مش بطولاته بس لا ده حتى الاجتماعات يعني اعتقد الفترة الجاية كله هيبقى فيجي كونفرنس زي اللاجلة الانباية الدولية بكرة ما هتعمل صح بالضبط هو ده اللي اخد بالك هو ده النهج المفترض هتنهجه كل الدول يعني اي اجتماع هيبقى يعني كونفرنس بس خلاص يعني او فيديو كونفرنس يعني ما بين كل الاطراف يعني وبتهت الناس الشغل على كده بشكل كبير وزي ما انت شايف لاتحاد الافريقي او كمان بينهج هذا النهج وده الطبيعي اخد بالك في الوقت الحالي يعني احنا برضو مش عايزين نصل حتة حزر تجول يعني استلتزم بشكل كويس اتمنى ان نزول للضروريات تمام انت عندك حاجة انزل ما عندكش حاجة ما تنزلش تمام ولو نزلت يعني 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 اتبع اجراءات السلامة بالضبط يعني اتبع اجراءات السلامة بالنسبة لك لان انت بتخاف على نفسك وعلى ولادك وعلى اهلك وصحابك وهو ما لذلك يعني يعني انفعش يعني مثل زي مثلا النقطة الغريبة الناس بتقولك انا هاخد كل الكلور وعسيب وتم غيرك مش هياخد حاجة فهيعديك يعني احنا بقى دورنا في الحتة دي يعني احنا دورنا كرياضيين في الحتة دي دور مهم جدا وانا بتكلم فيه من الصحة يا كابتن بلال فعلا احنا لابد ان احنا نعرف الناس خطورة الامر وفي نفس الوقت انت مش هتره بالناس يعني انت بتعرفوا ان الامر ده خطر ولكن الحل في الحتة دي الخطورة الناحية دي والحل في الناحية دي تمام؟ هي دي التوعية السليمة التوعية السليمة مش انك تخوف الناس بس لا التوعية السليمة انك تقول للناس حقيقة الموضوع وفي نفس الوقت تعرفهم المخرج فيه صح لليناس هتسمعلك انت نجمي بزرط وبتوبة عندك برضو وبتوبة عندك معرفة يعني اكثر شوية يعني من عندك تفاصيل او عندك تفاصيل زي ما انت بتقول كده فبالتالي ده دور مهم جدا يا راديناح بس مش دورنا احنا نتكلم في الكورة اه في وقت الكورة نتكلم في الكورة ما عندناش مشاكل والانتقالات وده راح وده جي والالعاب وكان يومان انما النهاردة فيه دور مهم جدا لازم نعمله ولا هو التوعية للناس لان الناس فعلا يعني ابتدت الناس خد بالك تحس بخطر في الوقت الحالي ممكن من 3 ا4 ايام كده 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 الناس بتضحك وتهزر لا النهاردة بقى فيه ناس فيه ناس بتموت فيه ناس كتير جدا الفيروس بينتشر بشكل كبير الحمد لله ممكن انا قبل ما ادخل سمعتك كنت بتقول فيه حالة كده في تشيلسي تقريبا لعيب بتاع تشيلسي يعني اخف الحمد لله الحمد لله والامر مش صعب على فكرة يعني اللي أنا سمعتم الدكاترة وما لذلك انك تخف الامر مش صعب ولكن يعني فيه فيه زمان كنا بنا ندرس في الابتداي يقولك الوقاية خير من العلاج خير من العلاج يعني خليك عندك وقاية احسن ما يجي لك المرض وتتعالج فهو ده دور رياضيين التوعية السليمة وانتشار التوعية لان خد بالك من اللي هيوصل للناس ما هو اعلامي زي حضرتك كده رياضي زي حالتنا فنان زي حالت الناس اللي بتتكلم في الموضوع حد السياسي من السياسين هم دول اللي بيوصلوا الفكرة صح والموضوع اكبر من الكتابة على تويتر لا اكبر بكتير محتاجة يكون اكبر من كده طبعا وده دور مهم جدا للإعلام الحقيقة وخد بالك انا عايز اقولك الحاجة انا ليه بقول الإعلام الرياضي الرياضة واخد جزء كبير جدا جدا من من اهتمام الناس كبير قوي تمام النهاردة بص نشوف كم مليون اهلاوي وكم مليون زمالكاوي وكم مليون بشجع الإسماعيلي وكذا انا بكلم على في نطاق مصري فبالتالي انت الملايين دي كلها لو وجهت فعلا حملة جيدة منظمة محترمة للناس دي اعتقد هتلاقي صدى كبير جدا جدا بالنسبة لو عملت حملة توعية بالنسبة للإعلام الرياضي بالذات يعني تحديدا يعني إنما كن نحن بقى نطلع نستخف ونخفف الموضوع أصبح يعني في حيز الجد فعلة الموضوع في أوروبا كمان تخطى فكرة التوعية لا التوعية وبايت فيه تبرعات صح لدعم الصندوق المتعلقة بحماية الشغوب ومكافحة الفيروس يعني النهاردة مثلا أبرز خبر كان الصبح أول ما صحينا وشوفنا الخبر تبرع مثلا ساتجيوماني بـ 45 ألف جنيس ترليني لصندوق مكافحة الفيروس في السنغال حلو ده دور مهم جدا 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 يعني هو المكافحة يعني إيه هو مش هيجيب المص لأن نفس السنة متوجهاتش بالظبط إنما المكافحة يعني الوسائل بالزبط وسائل النظافة اللي انت بتستخدمها وسائل الحمال اللي انت بتستخدمها وده الطبيعي إن ما قدرتش بالمال ممكن بلسانك يعني فيه موضوعي يعني فيه ناس ما عنداش المقدرة نقطت برة يبقى النهاردة الدور بالكلام بالرسالة اللي انت بتقدر توصلها ودي حاجة طبعا تحسن لسادي وانيه واحد من الناس الحقيقة لنا يعني باحترمهم جدا وباقدرهم على المستوى الشخصي على الفكر المستوى الإنساني حقيقا يعني حد كان برضو له حوار نوع بسألوا ليه ما عندكش العربيات ايه وايه قال لك أنا مستكفي يعني بعض المستكفي بالنا باعمله والباقي يعني أهلي أولى بيه في السنغال في السنغال يعني فدي الحقيقة وجهة نظر يعني أو فكر لعيب عنده قيم إنسانية يعني كرة القدم مش بس انك تبقى العيب في ملعة فقط لغير لازم يقع عندك قيم إنسانية ودي حاجة مطلوبة بشكل كبير جدا يعني الفترة اللي جاية أكيد طيب الدور المجتمع ده عشان نختم الجزئية دي دور مجتمع مهم جدا لازم نقوم الرياضة والكورة يقوم بيها الفترة الجاية أكيد لازم يقوم بالدور ده ويمكن الدور تأخر على فكرة الدور تأخر بس لازم أن تأتي متأخرا أفضل من الألة تأتي صحيح مظبوط بس ده في علم العلوم بس في علم الرياضة مش موجود الكلام نخدناك في الكرة أنتاتي متأخرا كانك ما جيتش كانك ما جيتش أه أنت خلاص خسرت المنش في كرة الخدر بالضبط يعني تيجي الملعب وأنت متأخر زي ما جيتش لزي كانك ما جيتش فيه تلات نقطة راحوا عليك كنت تتعطل على الطريق أه بالضبط تلات نقطة راحوا عليك عايز أقول بس عايز أقول أه يعني الناس بس هي المشكلتنا كلها الأسليب الحقيقة للوقاية فبالتالي أنت مش تطلع تتكلم على موضوع أنت مش عارف جوانبه السلبية وإيجابياته مش عارف إيه الخطورة بتاعته وإيه وترق الوقاية بتاعته مظبوط عشان كده احنا يعني في الوقت الحالي نقدر نتكلم بشكل كبير فيه ناس برضو لسه مش مدركة مدى خطورة الموضوع موضوع خطير لكنه سهل يعني الخطورة بتاعته في انتشاره بالضبط ما هو الفكرة كلها الحد من الانتشاره بالضبط الحد من الانتشار لو حدت من الانتشار العلاج سهل وبسيط جدا على فكرة هو العلاج إن شاء الله يبقى سهل وبسيط لو لقدر له فيه إصاباته إن شاء الله بإذن الله لكل الناس المصابة تتعالج بمشاة رحمة الله لو هستغل وجودك معي ولو عايزت كده تتوجه رسالة للناس والكاميرا معك إيه الإطار أو إيه التوعية اللي ممكن تتقال من الكابتن أحمد بلال هداف النادي الأهل ونجمي النادي الأهل والقرى المصرية لجموع الشعب المصري مصن عايز أقول لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا في الوقت الحالي في توعية البلد أمدي دي مهمة جدا جدا نحن نلتزم بيها أجماعة النهاردة الصين بتصل لدرجة إن الفيروس خلاص ابتدأ ينتهي من الصين ده ليه لأن الصين التزمت بكل وسائل التوعية اللي فرضت عليهم التزمت بكل يعني قفلوا الشغل ما فيش شغل بقوا موجودين قاعدين في البيوت ما فيش خروج لمدة أسبوعين زي على حسب الاتفاقة اللي هم مشوا عليه أو الجدوة اللي مشوا عليه ما فيش شغل فبالتالي الفيروس في الصين وهي صاحبة الفيروس أساسا أعتقد ابتدأ ينتهي تدرجية من الصين إحنا كمان محتاجين إن إحنا يعني كل وسائل الأمان والأمن اللي تكلمت عليها الدولة كلنا نلتزم بيها النظافة اللي إحنا يعني خلاص ابتدينا يعني بقينا فيها يعني حاجة محترمة جدا نمشي عليها ونكمل ونستمر ودي حاجة مهمة جدا جدا يا محمد النهاردة لما يقبقى النهاردة كلنا كلنا النهاردة نخش أي سبور ماركت أي كافية أي حاجة تلاقي النهاردة بينضاف لك إيدك خلاص بأسلوك مصري فأتمنى إن شاء الله السلوك ده يستمر مصبوك لما لا نهاية خلاص نظافنا الإيمان يعني بغض النظر أي شيء الحاجة الأهم إنها يا جماعة لما يكون الأمر خطير تمام يبقى لازم ناخده الجد مش بهزار يعني لنكون الأمر فيه خطورة علينا كلنا نخفي من القوميكس يبقى لازم بالزبط يبقى ما فيش يعني الموضوع لا يحتمل إنك إنت يبقى فيه تهريج آه ندمنا خفيه كل حاجة ولكن الأمر فيه خطورة خطورته إن احنا زي ما أنا بقولك تنتشر فعايزين نحد من قصة التنتشار عايزين نحد من التجمعات بشكل كبير جدا السوبر ماركتاتها يعني موجودة مش هتقفل يعني طبعا فأنا أتمنى يعني ودي كلها أخد بالك يعني الدولة الحقيقة وأنا بشكرها الحقيقة يعني يعني أنا مش منعادت أن أتكلم في السياسة كتير ولا في القصص دي ولكن الحملات اللي موجودة الحقيقة النهاردة من الدولة في كل مكان وفي كل في التلفازيون وفي الراديو وفي الصحافة المقرؤة والمسموع في كل حاجة الحقيقة عاملين حملة توعية رائعة جدا 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 نتمنى إن شاء الله نلتزم بها كلنا عشان نعدي الفترة على خير بإذن الله السلامات بقى نختم بالتوعية البوس والأحضان دي فرصة طيبة لن نغير على التشوائية على فكرة مش هارعا مكروه لك الموضوع البوس ده وإنك تسلم أحده البوس مش أسودش البوس من البوس أسود البوس من اللي خدوه رجالة الرجالة والستات لستات يعني هو مكروه على فكرة يعني ده اللي أنا سمعته يعني أنا مش فصيح في الدين أنا مش هادة رفتح بس أنا سمعت إن هو مكروه إلا لوحد غايب يعني جاي من السفر أو حاجة زي كده فإحنا أعتقد إنحنا فرصة بالنسبة لنا برضو يعني نبطل العدد دي تمام السلام بالإيد والقبلات بين الرجالة وبعضها والنساء وبعضها برضو يعني ممكن العدد دي مع العدد بتاعت النظافة وتبقى عدد مستمرة معنا إن شاء الله فيما بعد بإذن الله تعالي تمامنا يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالي نتكلم بقى رياضياً مدى تأثير الأندية أو مدى تأثير الأندية بإيقاف النشاط وبالتالي منسمى طبعاً إيقاف الدوري وما فيش مطشاط ما فيش كورة الفترة الحالية شوف خلينا اتفق إن صحة وحيات اللعيبة والناس والجمهور أهم من أي شيء أهم من كرة القدم وأهم من الرياضة وأهم من أي حاجة يعني دي خلينا دي رقم واحد فنحط دي على جن إذا التزم الأمر إن إحنا نلغي الدوري فنلغي الدوري إذا التزم الأمر يعني الأمر استدعى أن إحنا كمان الدوري نأجل فيه شوية يبقى الأمر يتأجل فيه شوية لأن خلط تتكلم في أرواح ناس تتكلم في صحة ناس تتكلم في بلد كبيرة جداً بحجم مصر ما ينفعش إن إحنا نهمل الموضوع ده أو نمهله لفترة المال أما قصة إن إحنا النهاردة هيبقى فيه تأجيلات وإحنا داخلين الحمد لله إحنا من فضل العز وجل إحنا داخلين على موسم الصيف الحر فبالتالي الفيروس يعني أعتقد كواس الموضوع حصل في شهر مارس بزبط إنت خلاص يعني داخل الحمد لله في الحر وفالفيروس يعني بيهلك أو بتقتل أو بينعدم في وجود الحر فدي الحمد لله فرصة طيبة كل العالم علق الدوريات بتاعته لتنين أربعة تمام وده برضو لسببين السبب الأول إنك إنت ممكن يبقى عندك اكتشاف لأي مصر الفيروس تمام أو علاج سبب التالي أنت داخل في موسم يبقى درجة الحرقة أعلى فبالتالي ممكن يعني الفيروس ينتهي ودي حاجة لتقاد الكرة للقادة من مصري ونزارة الرياضة المصرية النادي الأهل النادي الزمال كل الأندير حقيقة اللي علاءه الأنشطة دي حاجة محترمة جدا جدا منهم ولكن خد بالك إحنا واخدين في مصر على التأجيلات خلاني نتكلم في الكرة بقى إحنا في مصر واخدين على التأجيلات الأمر إحنا ممكن لو أوروبا نقولك هذا فيه سبونسورز وفيه حاجات وفيه ناس واللخائبة والفلوس والمرتبات والناس بتجدي لاما احنا في مصر انا كل الجرجة بنى أجل الدور لقد أجل الم��شوف بتاعتنا بتاعت الدوري لإع Jawori عشان鬱ين آمم يقولك أشمعنا فلان أجل الدوري أشمعنا فلان أجل ماتش بتاعه لا لا مش رايح النهاردة انت عارف يعني مش رايح النهاردة دي يالك تسمعها في الأفلام يعني ابتنش بسمعها زمانحها في الواقعة يعني مش رايح النهاردة ما ليش مزاج مزاج اش معنى الليل ما راحش انا كان مش رايح انت فهمت يعني حالة بص يعني حالة الحقيقة عجيبة جدا اه فالتأجيل بالنسبة لنا يعني مش الازمة الكبيرة زي ما نصفوا بحصة بها هو انت عندك دور منتظم انا هقول لك على حاجة انا من يوم ما لعبت كورة وانا عمر وشوف دور منتظم من يوم ما لعبت كورة في الدرجة الاولى وانا ما فيش دوري منتظم بالنسبة لانا انا بكامل الى الان بعد ما وطلت كورة برضو وبينها في 2020 مافيش حاجة اسمها دور منتظم انت في مصر متعرفش المعيد خالص وفي اقتر من السنة اللي فاتت لما اجلت الدورة البعض كاس الأمم ما انا بقول لك انت في مصر متعرفش المعيد فانت الدورة عندك لو قعد لسبع عادي هو فيه بلد في العالم في كرة القدم بتلعب سوبر في نص الدوري بتاع السنة اللي قبلها وتلعب سوبر في أول الدوري بتاع السنة القبل قبلها يعني السوبر بتاع السنة القبل اللي فاتت تطلق بطلا من السنين أساسا انت متخيل فانت النهار ده خاصة التأجلات دي عندك من ده يعني حدث ولا حرج يعني ما عندناش أزمة فيها فعشان الناس بتاعش تقول ايه تأجلات والدوري والناس لا لا تأجلات ايها احنا بنتكلم اصلا في وضع أساسا وانت الأمور مستتبة بالنسبة لك هو ده الطبيعي ان احنا ممكن نختف لنا واسبوعين بلاش كده انت النهار ده اي بلد في العالم مدير فاني بياخد بتاعه منتخب بياخد اللعيبة قبلها بـ 72 ساعة خمسة ايام لو في تجمع انت ممكن يقعد أصبعين مقافلك دوري والكثرة بقى يتمرون جنبي شواء عشان أعلمهم وفاهمهم وبعد ما يعلموا وفاهمهم يجي المحترفين من برهم اللي يلعبوا انت فهمهم يعني المقاييس بتاعتك ملاش علاقة باللي انت بتقوله فالتأجيل ده انت شايفه يعني على المدى البعيد طالما المدة قصيرة مش هيبا يؤثر التأثير الكبير لان احنا متعاوزين على الفترات دا لا لا عادي واكتر من كده كمان واكتر من كده واكتر من كده كمان لا قدر الله ايه التوقيت اللي تقول لا ده كده أفوارت قوي اه لما تخش عليك شهر خمسة شهر خمسة اه لما مثلا من اربعة لخمسة تمام ومعيني برضو متأكد ان هو ممكن يقول لك طب هن الدور يخلص في تمانية او اللي بعد يخلص في عشر عادي ممكن تحصل ما لو حصل في العالم كله هيبقى اكيد بالتباية عندك عادي العالم كله واضح وصريح العالم كله يقولك اتنين اربعة جات هنشوف التدعيات ايه لو التدعيات تستحق انه يتأجل ممكن يقلغوا الدوريات خلص انتها الموضوع اللي بتبقى سنون جديد بعدها يعادوا الناس في بيوتهم بس في نقطة لما خدوا قرار بتأجيل اليورو للصف اللي جاي ده قدم ساحة ان هم عايزين يخلصوا الدورات حتى لو خلص في ستة وسبعة ماشي لا للصف اللي جاي اذا كل الشيطة اللي جاي لا لا للصف اللي جاي يعني اليورو بدلا ما تتلعب اتنشر ستة اتنشر سبعة السنة دي هتتلعب من اتنشر ستة اتنشر سبعة بس عطاقهم اليابان طلع هتقالي تلعب اليورو هتتلعب بس انا ما انا هقولك ده اليورو مش الدورة اللومبية اه سورة اسف ده كانت ده رساح الدورة اللومبية ده لسه بكرا هنشوف بس هما اعتقد تلعب يعني تلعب بيان من اليابان بتقولوا ان احنا ممكن يعني على شهر ستة وما جاهزين بس خدك على شهر ستة ممكن يكون الامور تحلت بشكل كبير يعني في مصدين يعني انت بنينا شهر ستة ان شاء الله كان في شهر ونص ممكن يكون امور تحلت بشكل كبير جدا لكن انت بتتكلم على دوريات شغالة مستمرة بس في اوروبا لما اجلوا حتى دوري ابطال اوروبا النهائي ونهائي اليوروبا ليج اجلوها لشهر ستة عشان يدي مساحة ان الدوريات شوية ممكن لان الغاية الدوري ده بالنسبة لحنا انت في مصر انت ممكن تسمعه بسهولة برا لأ اخد بقى بص انا هقولك الفكرة في الفكرة ان انت برا دي شركات دفعت فلوس تمام ومحتاجة المرضود بتاع الفلوس اللي دفعته فبالتالي كون انه يؤجل مثلا بدل ما يخلص الدوري في عشرين خمسة يخلص في عشرين ستة تمام فبالنسبة له مش هتوبقى الازمة الكبيرة لكن اعتقد اعتقد انه لو الامر استمر بعد خمسة في اوروبا اعتقد هيتم لا الوضع يبقى مختلف هيتبقى مختلف تمام انت ابقى عندك لسه لسه النهائي بتاع اوروبا والفاينال بتاع اوروبا ولسه كمان الدوريات الاوروبية لسه هتخلص وعندك مبارات كمان ودية مع المنتخبات عندك مويل كبير جدا مش هتقدر انك انت تتخلصوا فبالتالي هتجورع السنة اللي بعدها دل عندك فسن القرى كلها هتبقى السنة الجاية كل الاحداث القروية هتبقى السنة الجاية صح اه طبعا طبعا ان لم يتم حسم الامر يعني لو لقدر الله مثلا انت بتتكلم النهاردة ان اليورو تأجلت للصف اللي جاي وبعدين الاولوبياد تأجلت للصف اللي جاي تتلعب ايه بقى وعندك بطورة افريقيا بطولة الامم في ينار وفبرايلي اللي جاي اه في ينار مظبوط اللي هو ما قال لك خلاص مش هنعرف نلعب فالحرافة بالتالي هنلعب في الشتاء هنرجع على موضوع الشتاء تاني وكوبة امريكا خد لك وكان قرار انك تلعب في الصيف ده قرار خاطئ جدا جدا تبقى حر نار في الكاميرو اللي لو تلعبت في الصيف البطولة بتتلعب في مصر والمغرب والجزائر وتونس كل قدية كل فين وفين هتلعب بقى صيف وشتاء صيف وشتاء ولما تعبت في الصيف حتى في مصر 2019 ما كانش برضو الجو كويس يعني الجو كان حر اه كانت صعب كانت صعب شوي اه صعب هي بص البطولة الافريقية عتدنا عليها في شهر واحدة او شهر اثنين نزبوط عتدنا عليها كده خلاص هي ماشية بالشكل ده لان انت المنايخ بتاعك لا يسمح انك تعملها كده هتروح تلعب في شهر ستة في غانا مثلا او نيجيريا او الكاميرو او رطوبة عالية ودرجة حالية جدا 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 فضيعة مش هتدر تتحمل لكلام ده خالص خالص طيب ابرز الاحداث اللي لفتت نظرك في توقف الدوريات يعني ما توقف كل دوري سواف انجلترا اسبانيا ايطاليا المانيا كانت فيه احداث او كيزو ظروف او فيه تصرحات لفتت انتباهك بص ان التصرحات الحقيقة اللي لفتت وجهة نظري من كل المسؤولين في اوروبا الحقيقة وهي انهم دايما بيفكروا رقم واحد في سلامة الناس مظبوط يعني رقم واحد بالنسبة لهم مش بيقولك احنا هنخسر ايه او هنكسب ايه او ايه المردود الايجابي او السلب او السلب الكنادي هو بيتكلم يعني عن البشرية بشكل عب عن مدى قيمة الانسان مدى قيمة المشجع اللي راح يتفرج على المباراة يعني النهاردة في الدورة الاطالية الحقيقة قالك اللعبة في البداية بدون جمهور خلاص ما فيش لعبة جمهور تغير انت بطش اليوفو والانتر خلاص قرار ليه هو مش بيعاقب الناس ولا بيعاقب الاندية بالعكس بيحمل على سلامة الناس بيحمل جمهور بتاعه تمام ولما تأزى الامر يعني الامر تفشى بشكل اكبر ابتدى النهاردة يقولك ما فيش دورة خلاص وقفنا كذلك في اوروبا في انجلترا نفس الموضوع فالناس هناك عند دوجة نظر انا بخاف عليك ومايفرقش معايا المكاسب المادية على قد ما ييفرق معايا سلامة واروح الناس الناس اللي موجودة هناك طيب الدور المتوقف ما فيش تدريبات تنصح لعبة بايه او اللي يحصل في الاسبوعين دور ايه تدريبات الفردية بمعنى دور يقف هده معنى ان انا هقعد في بيتنا يعود اكل واشرب هكتلقى طبعا في تدريبات فردية تمام انت بتحاول تحافظ بقدر الامكان تحافظ على نفسك طبعا كلعيب تمام عندك مش هقولك بقى يعني في ناس مش مهمة تروح الجم تين نهاردة ممكن تزل تروح الملعب تجري لوحدك تتعب التمرينات انت كمان تقدر تعمل الكلام دهنا في مصر بشكل كبير اللعيب النهاردة ممكن كل واحد جنبه نادي جنبه بيت بيته في جنينة صغيرة مفيش وبجنبيه نادي يبتدي هو يشتغل مع نفسه اكيد مش هتقعد في بيتك يعني احنا الفكرة كلها في الاختلاط الفكرة كلها في التجمع التجمعات لما ما فيش تجمعات تشغل واحدك زي ما انت عايز في الماضي ما تسيبش نفسك يعني النهاردة لو قالوا خلاص بعد اتنين اربعة الدورة هشتغل يا جماعة والامور الحمد لله حسمت والدورة يبتدي في سبعة اربعة او عشر اربعة او لازم يدي لازم يدي مساحة برده عشر اربعة يديك عشر تيام تشتغل فيهم اكيد مش هتقم يديك عشر تيام ولا اقول لك نرجع ثلاثة اربعة تضمنش لا ما افتكر لا مش للدرجات يعني احنا كده بس مش قوي مش قوي كده ما تبسطواش قوي كده تخيل انت ممكن يقول لك يا جماعة تعليق النشاط لغاية واحد اتنين تلاتة يالك جماعة الدورة تلاتة اربعة عندك مباراة الاهل ومسلا من كزا ما تبسطواش قوي كده لا 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 يعني علق النشاط والناس ما تروحش الاندية واللعيبة ما تروحش الاندية بتاعتها وفي الآخر قاس يقول لك تعالوا بكرة لعبو اذا كان رجعك انت راجع من جنوب افريقيا اللي اتنين قالك عندك مطش الاربع لا حاجة دي عادي لا لا دي الكلام دي عادي ده هو ما بيفرش معاها التوقيتات ولا السفر ولا كم دي بيفرش معاهم خلص يعني والسانة الفاتحة ما انت لعب يوم يوم السانة الفاتحة كنت لعب يوم لعب الزمالك والاتحاد في ملعب لا يصلح بسبب الانطار وبعد كده وداك جنوب افريقي عندك مطش تاندونز للشهير اللي حصل فيه نتيجة طبعا انت كنت مضغوط يعني اشكرهم من هما لعبوش مطش عشان يدونا فرصة ان احنا كنا نريح ونروح جاهزين ومرتحين ونروح نلعب بناك ورايحين لمطش ساندونز ها طبعا بجد على فكرة ما فزرش والله يعني ساعات كده بتبقى يعني ربا دارة النفعة بالزبط ربا دارة النفعة يعني انت اكتعست لعب المطش وتكسب ولكن ما لعبتش وستكسبت الحمد لله بس فرقت معنا كتير وعلى فكرة فرقت معنا انت رحت خلاص بقيت جاهز لو حتى عندك بعض المجهود الحمد لله يعني ما أصرش عليك بشكل كبير اه يعني ما لعبتش 90 دقيقة اه بالزبط ما حدش اتخبط ولا اتعاوض ياسر إبراهيم وعجيه مطش من ضمن المطشين الفكرة كلها في الإصابات اه الفكرة كلها في الإصابات انت كان لك إصابات بس فالحمد لله يعني عدينا المرحلة بشكل كويس مورة الصعبة المرحلة الجاية بعد ان شاء الله استقناف النشاط انت تصق او عندك احساس ان شاء الله بإذن الله لما يستقنف النشاط ممكن الاندية تكون على هبة الاستعداد للأمر ده ولا انت شايف ان البعض ممكن مش حاسس ان ممكن النشاط يستقنف فمدي أجهزات وراحات وفينا السفرة فلما تيجي تستقنف النشاط تلاقي فيه اعتراضات لا ما هو لازم يبقى الأمر واضح يعني انت توصد أو اوصد من سؤالي لازم الاتحاد المعني بتنظيم المسابقة لان ما فيش ربطة للأسف لان الناس في أوروبا الربطة هي اللي بتتعامل هل الاتحاد لازم انه يخرج ببياني واضح في الفترة دي عشان على المدى البعيد ممكن بعد أسبوعين ممكن بعد شهر بس تبقى الناس عارفة الخطة الفترة الجاية تمشي ازاي شوف انا هقول لك الخطة ماشي ازاي انت أوروبا علاقة النشاط لكام اثنين اربعة وانت علاقة النشاط لكام تلاتين مارس أسبوعين يعني واحدة اربعة صح كده ماشي انت أوروبا هترجع تقول لك المتشاط بعد أسبوع هترجع انت تقول المتشاط بعد خمس تيار الامر الامر واضح وسهل جدا انت بتاخدش خر من نفسك انت تابع للقرارات اللي بتتاخد من برأ انت كالتحادي او انت كمنظومة أقبلك انت تابع للقرارات تاخد من برأ الاتحادات اللي برأ لما علاقت النشاط انت كمان بتادي تقول انا كمان هعلق النشاط يا جماعة هما لما هيبتدوا هتشوف انت هما هيبتدوا بناءنا على ايه وانت تعمل الكلام ده ولكن لازم يبقى الامر فيه وضوح شوية بمعنى نهاردة انت وقفت النشاط لواحد تلاتين مارس او تلاتين مارس تمام لازم يبقى يا جماعة احنا هندي أسبوع لو هنرجع النشاط يبقى فيه أسبوع تمام يبقى سبعة مارس هنبتدي سبعة أربعة ابريل هنبتدي النشاط مرة تاني فيبقى لان ده يا فاهمة عارفة هتعمل ايه هتشتغل ايه في الفترة اللي هي فيها التوقف هتدي أجازة هتمرن اللعيبة اللعيبة تتمرن لوحدها يبقى فيه حملة تدريب بياخدوا كل اللعيب لوحده يبتدي يشتغل وينفزه برا تبتدي تبقى انت فاهم عارف الخطوة او عارف خطواتها طبعا طبعا فده اللي أصد لنا لأسف على موقع الاتحاد أو بسأل المصادر في الاتحاد بسأل ما بيجيليش إجابة بص الاتحاد ماشي ربناشي في كل مريض حلو ده العنوان اه هو ده ربناشي في كل مريض وعافي عن كل مبتلأ اولا ده ده ايه ده اه بكل ما كان له الله في الفترة الحالية اه لكن ما فيش وضوح هم برا بص برا في وضوح اثنين اربعة لو استمر الحال هيبقى فيه تفكير لوقف النشاط او اللغاء النشاط خلاص الامر واضح وصريح تمام خلاص فيه وضوح بالنسبة حتى للجمهور والشركات الرعية وكل الناس مصبوط فيما صدي خدت قرار بنان على اوروبا تمام ان احنا هنعلقنا نشاطة جماعة لتلاتين مارس لاخر شهر التلاتة لحين ما نشوف الدنيا فيها ايه المفترض ان انت تقول طيب لو حصل هنلغي الدوري الاندية الاتحادات السبونسر كل الناس تبقى فاهمة ان لو حصل يا جماعة لقدر الله اي حاجة مستجدات الامر بقى بنفس الحالة اللي احنا موجودين عليها يبقى فيه تفكير لنغاء الدوري العام السندي او لنغاء المسابقات كلها السندي ما حصلش يبقى احنا ان شاء الله نستقنف الدوري مثلا عشر اربعة ويبقى دي وهنضغط هنضغط المتشات هتبقى مثلا كل تلات يام مبراء ويبقى كله على الجميع وكل يلتزم بهذه القرارة عارف ليه بسأل السؤال ده لان ابسط الامور البسيطة بمعنى ادق ربطة البريمير ليك في انجلترا قالت وطلعت بيان ان حذرت لاعيبي الدوري الانجليزي من التنقل عبر وسائل المواصلات العام يعني عارف انت انا بتكلم في ادق التفاصيل الصغيرة الربطة بتطلع بيان بتتكلم على العيب دور اللي انا لسه بكلمك فيه من شوية دور الاعلام الرياضي ودور الرياضيين بيشتغلوا ازاي يا جماعة ما تنفعش يبقى فيه تجمعات ما ينفعش تتحرك ستركلم حتى على مستوى الربطة الاتحاد الانجليزي نفسه بياخد قرارات بيدي بيبلغ بيها طبعا لان ده اخد بالك ده هو ده المنوط بالمسابقة كلها صحة وسلامة اللعيبة هو مسؤول عنها صحة وسلامة الجمهور ولا مسؤول عنها مشوال بينظم البطولة كلعيبة وحكام وجماهير وكل حاجة كل حاجة هو المنوط عن القصة دي انما احنا هنا في المصر للأسف الشديد عشان احنا برضو ما عندناش ربطة بقد يعني ممكن ما ما فيش ربطة فالالاتحاد معزور وبعد الاتحاد الاتحاد الموجود في الوقت او لجنة الخمسية الحقيقة انا بلتمسلها الوزر الحقيقة يعني بلتمسلها كل الوزر الحقيقة لان الفترة مؤقتة والأوضاع يعني كبيرة وجديدة وفيهم أزمات كتيرة جدا فانا الحقيقة بلتمسلها الوزر كل الناس محترمة وكل الناس احنا بنقدرهم على المستوى الشخص يعني تمام فبالتالي لما يجي اتحاد منتخب نقدر ان احنا نحزب وحساب الملكين دي رقم واحد رقم اتنين المفترض ان انا اللي بتمنى وبرجوه من من اللجنة ان هي تتكلم في حتة ربطة الاندية ان هما ازاي هنبتدي نشكل ربطة الاندية زين ازاي يعني زين ازاي اوروبا بالظبط مزبوط تمام وهي دي اللي تدير مسابقة الدور العام هي اللي بتعمل كل حاجة طبيعي لا هي اللي بتدير مسابقة الدور العام الكاس بينظم الاتحاد انا اصد اللي هو فيطار الدوري لا فيطار الدوري اه فيطار الدوري مزبوط اه هي اللي بتختار كل حاجة والحكام وكل معلاقة بالدور العام بالدور العام تمام هي اللي بتنظم المسابقة أنا عندي رابطة كده من كل الأندية تمام هي اللي بتنظم الدرام زي زي أوروبا بالضبط زي الحاجات الأمور سهلة وبسيطة على فكرة الأمور سهلة وبسيطة لكن هنا عشان يبقى الاتحاد له في كل حاجة بالتالي هو مش عايز رابطة هي دي النقطة المفصلية ما هو أكيد ده من زمان أنا رئيس الاتحاد ولا رئيس الربطة لا رئيس الربطة بقى رئيس الاتحاد ملوش دور انتحدى الربطة الربطة الليك في انجلترا لما تم طرحه منقشة فكرة حتى لو الدورة تلغى مين يبقى البطل فتقال لك لا ما ولازم 14 نادي من العشرين يصوت على الفكرة اللي هتتخذ أو القرار اللي هيتم طرحه فبالتالي قرار رابطة مش قرار الاتحاد في الدورة الفرنسي رابطة هي المسؤولة هي المسؤولة بالزبط هي اللي بتدير اللعبة هي اللي بتدير المنظومة هي التعاقد مع الها هي اللي بتنظم طولة الدورة العام الحكام اللعيبة الجمهور كل شيء بالزبط كل شيء عشان الاندية رف سالة هي حقوق وعليها واجبات فلازم يبقى كل واحد عارف حقوق واجباته هي الفلوس اللي الدفع بس الفضائي بالمليارات تمام ده مين اللي متحكم فيه هي رابطة الاندية ما لولك عشان بيبقاش الامر بناء على اهواء ما ينفعش يبقى بناء على اهواء ما ينفعش النهار ده كل واحد يطلع بتصريح لوحده انا انتعرف انا بشوف حاجات غريبة كل واحد بيطلع بيادله وبدله في كل مكان وده امر مش وفي كل يعني المفترض مش منوطين انهما يقعدوا كل شوية الكلام في التليفونات ويطلعوا مش عارف ايه ويعمل ودخل او ايه كلام ده يعني يعني مش منطقي ولا في مش صح يعني في الموضوع الصح يبقى في عندك فيه موضوع للشرح بيطلع المتحدث الرسمي بعد اجتماع لمجلس الادارة بيولا جماعة الامر ده واحد اتنين تلاتة اربعة والاندية المعترضة او 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 يبدي اعتراضه لاتحاد كرة للقدم من الصنامه النهاردة حب نسمع ايه وعد يام بدخلا للك حاجاتي واعد يام بدخلا للك واطلع اتكلم في الحوار الكلام يعني اللهم رحاقية في بيقدر بشكل عجيب بص انا مشوش حقين الامانة مشوش للامانة مشوفتش زي النادي الاهلي في اداراته الحقيقة. تاخد بالك القرار مفيش قارات فردية. وش قارات فردية قارات دائما قرار مجلس الدارة من الاغل في الاغل في الاغل. طبعا قرار مجلس دارة في الاول في الاخر وبطلع يقول الرسمي باسم مجلس دورة النادي الالية وباسم النادي الالية وبطلع يقول القرار والله النادي الاجتماعه اتخذ واحد اثنين ثلاثة اربعة وهذا الاحترافية. انما النهار دا كل ما احصل حاجة هاتوا فلان على التليفون. يجي فلان على التليفون. اه لا اه لا حصل كذا كذا. لا دا فلان تابدنا فلان تاني نقال كذا. هتلاقي فيه اراءة مختلفة. مش حلو. انا مش بكلم على التحدي يعني. بكلم عام. بكلم على عموم يعني الناس اللي موجودة في الوقت الحالي كلهم حبابنا وصحابنا وازقانا وناس. انا باحترمهم واقدرهم جدا 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 جدا. لكن انا بكلم على حال الكرة في مصر بشكل عام. حال الكرة في مصر واكن. كل واحد بيحب يدلو بدلو في كل مكان. وفي كل موضوع. واللي طلع يبرر واللي طلع اتخاني واللي طلع مش عجب والقرارات. وده كلام مش صح ومش سليم. طيب. اسألك سؤال يمكن طبعا موضوع فيروس كورونا خلا ناس تنشغل شوية. آآ لجنة التظلمات او لجنة الاستقناف كان المفروض بتناقش فكرة العقوبات اللي صدرت سواء في مباراة السوبر او حتى الفترة الاخيرة. آآ الموضوع عندك معلومة في جديد فيه ولا ايه النظام ولا ايه الوضع? لا بعد ما الكورونا تروح انشاء الله لنبا يتناقش. بعد الكورونا? فيه كرارات بيقاف نهاية الموسم واصلا الموسم ما حدش عارب. يعني موسم ده. يعني موسم. امم. انا موسم بتاع ايه. الموسم اللي احنا فيه اللي احنا فيه. عشرين تسعتاشر. اللي احنا فيه. بس انا موسم بتتكلم عن. عشرين تسعتاشر عشرين عشرين عشرين. واني مين لا ينقش القرار? آآ. لجنة تظلمات ولا تحدي دولي? لجنة تظلمات انا بتكلم على الايقافات اللي يخطر دي كده. مقاش ولا لسه منقشوش. معنا معرفش التعريف انت بظل. بعد الكورونا بقى يا ربنا يسه. يمكن الدور يقف ويقولك خلاص بقى اللعيبة تمام التمام. طيب لو 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 المسابقة ما استكملتش وتلعب من السنة الجاية او الموسم الجديد. القرار دي هتبقى باقي. لا خلاص بقى قلصان طيب. ده موسم تسعتاشر عشرين. اه. تكلم في الموسم الجديد بقى الوقت خلاص عشرين واحد وعشرين. عشرين. عشرين. ما دي مش محظوظ مع المنتخبات الحقيقة. مش محظوظ. اه. مقالوش حظ مع المنتخبات. يعني مسك منتخب اللوندي مكانش له حظ. اه. وخرجنا. ده منتخب الاول اوه. مش خارفين البطولة. اتادت بكرونا. ربنا يوفقوا ان شاء الله. يعني ده يعني ده منتخب مصر في الاول وفي العاخر. ده منتخب مصر وهمنا كلنا ان المنتخب اه. ما يرجعش الورا تاني. يعني كانت فيه ازمات كبيرة جدا. يعني مرنا يعني بتلات اه. سنوات كروية. اه. عجاف. انك منتخب مصر ازاي ما يوصلش الهيات تلات بطولات طبعا يعني. اه. فده كان امر صعب جدا علينا كمصريين. وهو اخد بالك هو ده اللي اثر على برضو مستويات الاندية فيما بعد يعني. اه. تمام بشكل بشكل كبير يعني. فاتمنى اللي كانت حسام التوفيق طبعا. لانه التي في منصب اه. مدير الفن المنتخب مصر. اه. اه. وكلنا في ظاهره يعني. اه. ممكن يكون في خلافات ما بينه وما بينه او ما بين فلانه وما بينه او ما بين. ايا كانت يعني. ولكن خلاص. الخلافات تنتهي. طالما في مصلحة المنتخب المصري يعني. على الاطلاق. احنا كلنا سببورت للكابت حسام بدري. تمام. بس مش اخد بالك في نقطة بس مهم عشان الناس تفرق يعني. مش معنى ان انت سببورت لي او في ظاهره مسلا او بتكلم معك. ده معنى انت مش هطلع تنتقد اداءه اذا كان سلبي او اجابي. يعني. يعني. انت فيه مؤشرات قدامك لازم تبني رائعا. بصوا مهم. فيه فرق بان انا بنتقد ادائك الفني داخل الملعب. اه. فيه فرق بانتقد سلوكك في ملعب. في خارج الملعب. انا النهاردة. كابت حسام بدري. موديلي فني منتخب. وارد جدا. احنا ننتقد. اه 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 اوسلوب لعبه. طريقة لعبه. تغييراته. اه اداء الفرق داخل الملعب. وارد جدا. ده مش معنى احنا يعني. يعني. بنبني على خلاف اطلاقا. زي موارد جدا. احنا نحييه ونشجعه ونسقفه ونقوله لا احسنته كانت غيرات رائعة وتشكيل هايل وانتقاء للعيبة رائع جدا 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 جدا. فدي ليس لها علاقة بالخلافات على الاطلاق. لا ينهي في مصر لأسف احنا بنربط ما بين انك بتنتقد الاداء الفني بين مشاكلك الشخصية او الخلافات اللي حصلت ما بينك وما بين المدير الفني وده شيء مش جيد على الاطلاق. نوع بالتوفيل كابت حسام طبعا. انا بس استغربت انه مخدش النيني. معرفش ليه برضو. رغم ان قبل. رغم النيني ماشي كويس او في تركيا. بس قبل المعسكر ده وبعد المباراة الاخيرة عمان جزر للقمر. يمكن الكل كان بيقولك بيقولك النيني ما ينفعش هتوجد في المنتخب تاني. ما بيقدمش مستويات كويسة. مش ظاهر بشكل جيد. مباراته حتى لما نزل في مباراة مستخب تاني. بس الوقت الحالي بيقدم بشكل كويس. مع بشكتاش بقى ده بشكل كويس. خد بالك. وهل الدور التركي مقياس. انني برضو. انت لعبت في تركيا. اه دور تركيا. حاليا. لا صعب. دور تركيا صعب. حاليا. صعب. صعب. قوي. بس خد بالك ما انت برضو انت هتجيب من اين. مع انت اللقتي عندك انجلترا. وين تاني. واليونان. اللي بيجي منها اللعيبة. اه اه. لعيبتك المحترفين يعني انجلترا او اليونان. انك حدري في حد تاني. لا لا لا. وحتى في انجلترا انت مش جايب كل اللعيبة كمان. انت جايب تريزيجية وصلاح. اه بس. يعني سام مرسي بيلعب. لا خلاص من بعد اه. كمين ساعتها كان اجيري. اه. او كوبر. وقت ما اخدت الجنسية او فكرة ان يكون مستدعى. كان وقت كوبر واجيري ما استدعهوش تاني. وكتر حسن ما جابوش تاني. مزبوط. اه. فعايز اقولك ان هو. انت انت النهار بتقيس. او بتحكم اللعيب في مستوى في الوقت الحالي. احنا مش هتقيس. تقول لا اصلا ما كانتش كويس مع مع المدرب الابليكاد اجيري مثلا. او ما كانتش كويس مع اه فلان. لا انت بتقيس مستوى اللعيب في الوقت الحالي يعني. يعني تاخد اللعيب بمستوى في مقاة يعني من سنة فاتت. وتقيمه. لا قيمه في الوقت الحالي. طيب. عايز اناوه بس في نقطة مهمة جدا. اثناء الحالة احنا بنتكلم مع الكابتن احمد بلال. ان الكاتب الصحفي الكبير. الاستاذ ياسر رز. طبعا بيعتذر عن الظهور النهاردة في حلقة الاهل يحاور. لنتيجة بعض طبعا الظروف الطرقة. فبالتالي بيعتذر عن الظهور النهاردة في برنامج الاهل يحاور. وان شاء الله خلال الفترة القادمة يتم تحديد ده موعد آخر بإذن الله معه. عشان يكون ضيف في برنامج الاهل يحاور على شاشة قناة النادي الاهل. طيب. كابتن بلال. نفس الامر على المنتخب الولمبي. ده متعلق بقى بدور توكيو. وجيل لعب تصفيات وبطولة وحلم اولمبي كبير جدا. رقبتن شاوكا نعمل دورة مميزة جدا. متخب البرازيل جاي. كرواتيا لارجنتين. وكل ده تأجل. والدورة نفسها بكرة نعرف وضعها ايه الفترة الجاية. بص يعني. الحلم. حلم الانبيات بقى كمان ده شايفوا ازاي. هو هيتأجل لكن مش هتلغي. يعني هو هيتأجل بس مش هتلغي. بس يعني. العمار سنة. ها ما لسه هقول لك حالة ده ايه ها دي المشكلة دلوات اكل لوات الحالي. هتلغب سبعة وتسعين. مثلا. مثلا. مصلا. ولا ولا هتلغي سن. هي دي الفكرة. هيولك هتلطة تلاتة وعشرين سنة. هتلطة تلاتة وعشرين سنة بقى. بالظبط. ودي طبعا هتخش دخلنا في في حاجة كارسية يعني في مصدي. ان انت اللي نهاردة انت بتنتظر انك تلغي بسن بسن سبعة وتسعين هل هيتأجل ويترحل برضو سن اللعيبة يعني هيبقى برضو سبعة وتسعين هما اللي بيلعبوا البطولة وحلم اللعيبة اللي خابت افريقيا وكان نفسه وده حلمانية تلعب هل هما دول هيبقوا هما المفروض اللي بيلعبوا في البطولة بتاعة توكيو لو اتأجلت لعشرين واحد وعشرين هي دي بس الازمة اللي ممكن تواجه كبتشو غريبه وازمة كبيرة مش صغيرة طب ايه البدائل اللي عند الكابتن شاء الله ممكن يعملها اعتقد ان عندوش بدائل وحيفكر ويفكر ويشوف ويران لو اترحلت واصبح السن تمانية وتسعين تمام تدأني يعني من تمانية وتسعين تمام تسع وتسعين الفين وهكذا اصلا عايسيب الجيل كله يجيب الجيل كله بالكامل بالكامل اصلا بايبقى على كل مش على مصر بالزبط عايبقى على كل الناس مظبوط انما اخد بالك انما هي في مصر بس اوروبا دايما وافريقيا بيخرجوا اجيال متتالية انت عندك مشكلة لك انت كل يعني لما جيلك جيل قوي بتقعد فترات طويلة جدا عشان يجيلك جيل تاني مميز هي دي المشكلة في مصر ان انت اجيال جيل نهاردة جيل سبعة سين جيل كويس جايد خد بطول افريقيا راح لأولمبياد ما نعرفش الجيل اللي بعدها هيروح ولا لا الجيل اللي بعدها هيروح ولا لا عندك مشاكل في الحتة دي يعني عندك صراعات كبيرة جدا في المضادة اذا كنت انت عندك صراعات كبيرة في الفريق الاول وعندك برضو اجيال في الفريق الاول ممكن جيلي يجي جيد وبعدين بعشر سنين يجي لتاني تخطي بطولة افريقيا سنة كاما خم مرة تمام وتسعين تمام وتسعين قبل ما اتخذها الثلاث مرة اه تمام وتسعين والفين وستة كم سنة بتكلم في تمام سنين تاريبا تمام سنين تمام سنين تمام سنين عشان يجيلك جيل كويس النهاردة اخر بطولة خدتها امتها انت قلتوا جيل كويس وروحتوا لعبتوا في تونس الفين واربعة بس كان الحظ وما كانش توفيه معك الحظ وشوائد بقى حوارات كده ايه يعني يسأل عنها واحد صاحبنا يعني تمام ماشا الجيل الاخير خدتها في نوع عشر النهاردة في عشرين وعشرين فيهم ثلاث دورات ما روحناش ودورتين وصلنا واحدة نهاية وخرجنا واحدة من دور الستة عشر تمام هل الجيل اللي احنا فيه دلوقتي اللي هيلعب عشرين وواحد وعشرين هل ممكن اللي استطاعته ان هو يعني ما تعرفش انت اخر الجيل مميز عندك سبعة وتسعين عمل ورتائق كويس جيدة عشان كده بقول لك هي اجيال اللي بعده كابتر ربعة يا سين لسه بيبدأ هي اجيال تغدى لك وفي كرة القلم كلها باستمرار كده بس فيه يعني بلاد او منتخبات بتحافظ على قوامها الفترة كبيرة وبعدين تعمل دروب سنتين تلاتة وبعدين تطلع تاني تاني هكذا يعني في ماضي انما هنا في مصر الاسف الشديد بناخد وقت طويل جدا عشان نطلعوا من فوق مرتين تخيل انت جيل الموليد سبعة وتسعين ده عدنا كتير او نقول لك مرد رمضان صبح ما بيكبرش سبعة وتسعين تيجي لولبيات لقدراني تأجل سنة ما يلعبش بعد ما يوضي اعتقد مرعون رمضان اعتقد يعني واحد من ضمن الناس اللي المفترض حتى لو عد السن يتم اختياره من الاداء الكبار او من التلاتة اللي موجودين عندك صراح والشناوي صراح والترزيجي والشناوي او رمضان صبحي الثلاث يعني نسبة الشناوي انت فكرتيني موضوع مهم جدا والناس الفتر الاخيرة بتتكلم على فكرة حراسة المرمى وبتتساوى بين اكتر من حارس ده كويس لمصلحة المنتخب بس الاتحاد الافريقي عبر موقعه الرسمي اعطى القفاز الزهبي وافضل تصديات في مرحلة الكوارتر فاينال دوري الثمانية لمحمد الشناوي وتصديات الشناوي اهلت الاهلي لمرحلة الدور قبل النهائي دافيت جمهور 30 سنية وتويتا مكتوبة على الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي بيتكلم فيه على القفاز الزهبي لحارس عملاق قدر في خلال هذه البطولة يكون ليه تأثير كبير معنا دي لو الوصول لمرحلة الدور نصف النهائي كابتن بلال الشناوي حارس لا غبارة عليه على الاطلاق ولا مقارنة مع اي حارس في مصر في الوقت الحالي خالص بالزبط يعني بص مش عشان انا اهلاوي والله خالص لا ده ارقام ونتائج انا بكلمك في حارس فعلا متميز جدا في حارس هو نمبر وان في مصر ان لم يكن نمبر وان في افريقيا وعلى مسافة بعيدة جدا عافية بعرب حد مسلا معا جدا جدا انا بكلمك من الخبرات بس انا بكلم في الخبرات بس يعني انا بكلم في الامكانيات والخدرات والخبرات والثقة الشخصية يعني حاجات كتيرة جدا جدا ما تميز محمد الشناوي كحارس مارمال النادي اليوم منتخب مصر هو الافضل من وجهة نظر الشخصية ولا وجود للمقارنة مع اي حد على الاطلاق كل الحراس عندهم مميزين ولكن انت انت بتكلم عن الافضل اخد بالك انا ما بقولش انهم وحشين الحراس التاني او سيئين انا بقول انهم كويسين تصنيف كويسين ومميزين ولكن لما نقتر الافضل تمام يبقى الفرق ما بين الشناوي مثلا لو ادينا له 80 في المية يبقى الحرس اللي بعديه 60 في المية دولة نظر الشخصية يعني محمد الشناوي محمد الشناوي طيب الفترة دي مفيش كورة ويمكن بعض الويبسايت وبعض المواقع تلعب خماسي بس الفترة دي في ناس بتسترجع الزقريات وبتعرض مباراة قديمة كابتن احمد بلال وطبعا يعني مش عشان موجود معايا فأتكلم كابتن احمد بلال من الناس المعروفة وحتى لما بدأ لو بتكلموا عن جيل كاس العالم اللي تلعب في مصر سنة 97 الجيل ده كان جيل مميز جدا ووقتها احمد بلال ووقتها لما كان بلعب مع المنتخد تتكلم فبطولة ممكن تجيب فيه على اقل 6 سبع اهداف في النادي انت بتكلم فبطولة ممكن في وقت وصير جدا 10 اتنشر هدف فتتكلم عن موهبك اتطلعها بسرعة تسرخوا الناس كلها شافتها وعرفة امكانياتها وعرفة قدراتها لكن في الفترة الحالية مفيش موطشات لايف كله بيسترجع الزكريات بفرج على مطشات القديمة ايه اكتر مطش تحب تتفرج عليه او الزكريات القديمة اللي تتفكر الناس تقول لا احمد جوالي الشهير باحمد بلال تعالي الشهير بتاع كابتن احمد شوبر طبعا اه في ماتشات والله في ماتشات كتير الحمدلله لالعبتها مع الاهلي ومع المنتخب برضو ماتشات جيدة بالنسبة لي انا طبعا في ماتشين احب اشوفهم كل خمس دقايق يعني كل خمس دقايق مطش الاهلي وزمالك 6 واحد ومطش الاهل واسماعيل 14 دول اهم مطشين في تاريخ الكرة المصرية انا استمتعت بيهم كان عيب داخل الملعب ولما بتفرج عليهم باستمتع بيهم الحقيقة كرة سريعة جدا كانت عالية جدا تاكتك رائع جدا جمهور فظيع في المدرجات بتمتعني الحقيقة يعني انا من المباريات اللي باستمتع بيها جدا جدا هي مبارات الاهلي والزمالك 6 واحد ومبارات الاهلي والاسماعيلي 14 يعني دول اهم ومش يعني من افضل المبارات اللي انا هكون ممكن يعني استمتعت بيها كالعيب وانا بتفرج عليها برضو باستمتع بيها كمتفرج يعني مش بس بحكم انا على احمد بلالي اللي هو كان لها في الماتشين دول ولكن انا كمتفرج لما اتفرج حتى زميلي كمان الموجودين ابدعه ابدعه رائع جدا في المدرجات انت فيه جون جبته في الاسماعيلي وانت بصص في الارض اه جون لواني دي حقيقة جون لواني دي خد بالك انا انا بشوف كان عندك احساس بالمكان بص بشوف من افضل الهدف لانا جبتها بص عشان بس فيش جماعة صاحبنا بيعودوا يقول لك بس اللاعب وملعبش وجاب الجوان مجابش جوان اه بعرضو لنا شوات جوان انا يا جماعة عشان انا هارض انا هارض حياب شغيرة يعني�� хو حتى فكرت الناس 97 كاس عليهم انت كنت مهاجم منتخب مصر الحمد والله رب العنية على مهاجم منتخب مصر شباب ناشئين والشباب واشباب يومبي يعني كينا الولمبي كان سبع وسبعيع وسبعين لي reception وانا ما بلعب الحمد لله الرب العني تمام لعبت كل منتخبات ل الحمد لالتخاب ملت خابقه وال لعبت الحمد لله مع الناجي اللي واحدة الحمد لله انجزات وبطولات تمام هي بس الناس بتنسى شوي أو لما يبقى في وجهة نظر فنية الناس ما بتحبش تسمحها وتقولك طب انت لقبت فين ولاقبت ايه ولاقبت ازاي هو اللي عايز تفرج ايه خش تفرج يعني بص انا انصح الجيل الحالي بجد والله عظيم تاني يجيب ماتش الهل واسمائيلي كده ويتفرج عليه ماتش الهل واسمائيلي كده ويتفرج عليه بجد شوف الفنيات اللي اتعملت من 19 سنة بالزبط يشوف احنا كنا فين في الكورة ودلوقات بينا فين بجد والله على فكرة مش بقول كده تقليلا من حاجة لكن بتكلم كده فعلا علي يعني احنا لو بالكاميرات بتاعت اليوين دول كنا زمان الماتش التي بنحسابه من حاجات بتاعت الروبا تلاتي مدريد وبرشنوه الحاجات اللي ازاي كان يعني بجد الاهل واسمائيلي ما اعتقدش انه هتكرر مرة تانية في الكورة المصرية في الوقت الحالي انت كنت تحس بالمكان باو انت بجيبك جندا لان انا فاكر الماتش ده انت كنت في الملعة كنت في الملعة بتفرج عني كده احمد جوال كابتن بلال نورتني وشرفتني شكرك محمد صحيح جدا بالحوار معاك وما تبعتش عنك كده كتير شكرا كل التوفيلي كي ربط شكرا بشكر حضركم بالتأكيد على متابعة هذه الفقرة مع الكابتن احمد بلال لكن بالتأكيد لسه مستمرين معاك والحالة النهاردة فيها فقرات مميزة وفي كلام كتير لسه عن كمله معاكو في برامج الاهل الليلة وبعد الفصل الناقضة الرياضية والصحافية والإعلامية الواعدة الصاعدة الأستاذة نورهان طمان بعد الفصل وفقرة أخيرة وحديث إعلامي لكن في جانب آخر في برنامج الاهل الليلة ترجمة نانسي قنقر